عيدة فهمي أحلامك إيه؟ يعني أنت بتقدري تأخدي دلوقتي الدور النضوج اللي أنت موجودة فيه بيديكي قدرة أني بقى عندك مفاتيح كتيرة وبقى عندك يعني إيه مفتاح نجاح يعني بتعملي دور بيعلم على الشاشة فبيبقى الواحد عنده ثقة إيه الدور اللي أنت نفسك تعمل إيه؟ والله أنا نفسي أعمل كل الأدوار الصعبة اللي أنا ما عملتهاش في حياتي يعني فيه أدوار كثيرة أنا بعمل برضو في مسلسل أنا ضيفة شرف في مسلسل حق أعرب السنية دي إن شاء الله في رمضان عمل برضو شخصية داية شخصية مختلفة خالص داية دي صح آه هي داية بس داية حلنجية ونصابة وكده فده برضو جديد علي فأنا كل فترة عايزة أعمل لا والداية في زمن الأجيال الموجودة يمكن ما يعرفوش إيه داية آه صح بالزبط كده فلا أنا عاملة دور لطيف برضو عايزة أعمل أدوار مختلفة يعني مش عايزة أتحط في حتة واحدة يعني أتمنى إن أنا أختلف في الأدوار أنا عاملة برضو إحنا مبارح كان أول يوم بصور في مسلسل صيد العقارب مع النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق أيوة وبردو شخصية أم برضو طيبة إزاي بتعرفي تفريقي لأن إنتي عملتي أدوار أمي كتير طيبة وقوية وهدية ومكيرة إزاي بتعرفي تعملي الاختلاف وإنتي نفس الشخصية الورق ما هو الورق برضو هو اللي بيوجهني أيوة